كما أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة في ضوء الأجواء الاقتصادية الراهنة والضغوط التي تواجه العديد من الدول النامية في العالم وأعرب شكري عن تطلعه لتحقيق المزيد من الاستثمارات الأمريكية وتعزيز العمل المشترك لمواجهة كافة التحديات نعمل سويا من أجل عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال هذا العام بمناسبة التفايل بمقاوية العلاقات وهذا يزداد همية في ضوء الأجواء الاقتصادية الراهنة والضغوط التي لا يتوقع في مصر منفردة ولكن تواجه كثير من الدول النامية في العالم ونتطلع بأن يكون هناك فرصة لمزيد من الاستثمارات الأمريكية والعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات والتغلب على هذه الصعوبات